بعد محفوظ بقى والوزير القوى العاملة والكلام البداية هروح لخبر في غاية الروعة وينشرح له القلب بعد مرور خمسة أشهر على إغلاق بحيرة البردويل في وجه الصيادين لأسباب معلومة لدينا جميعا الحمد لله انطلاق موسم الصيد للأسماك ببحيرة البردويل بشمال سيناء بعد توقف دامة خمسة أشهر والخبر ده له دلالات عند خمس شهور ما فيش صيد ما فيش حركة ما فيش مراكب عند 1228 مركب صيد شغال فيها 4000 صياد و1001 من الخدمات المعاونة يعني 5000 أسرة شغالين على 1228 مركب في بحيرة البردويل أهلوا قدامنا اللي تم افتتاحها وخالص الشكر والتقدير من كل الصيادين إلى القوات المسلحة والدولة المصرية ومش عايز أخش في تفاصيل ليه اتوقف فيها الصيد وليه رجع أقدر أتكلم عليه ليه رجع ليه رجع الصيف في البحيرة علشان الحمد لله الحمد لله والفضل لله والشكر لله الأمن والأمان والقبضة الحديدية من القوات المسلحة على المنطقة اللي كانت فيها الإرهاب بيتحرك بحرية شريدة الآن أصبحت هذه البحيرة وكل الأراضي السينوية الحمد لله تحت إدارة القوات المسلحة وتحت حماية القوات المسلحة الصيادين بننطلقوا وموسم الخير بيرجع تاني مبروك ومتشكرين للقوات المسلحة مبروك للصيادين وده خبر مفرح جدا على أنه نتناوله وعلى أنه نتكلم عليه لأنه نحن دائما بنجي في الأخبار السيئة ونشتغل ما شفتش حد على الفيسبوك ولا التواصل الاجتماعي اتكلم على عودة الصياد في بحارة البردويل لكن شفتوا عمال التكلم كله اللي بيشتم في الدولة عشان محفوظ يقولك وفروا للواد لقمة إيه إلا أبو عنده 12 فدان 12 فدان يعني إحنا لأنه زايد إحنا اللي تكلمت أبوه وعمه و 12 فدان ده رقم ضخم يعني لناس اللي مش عارفين الأراضي إحنا نفلاحين وعرفين